ينضم إلينا من القاهرة دكتور جمال فيرويز استشاري الصحة النفسية ينضم إلينا من القاهرة باعتذر دكتور جمال على نطق الاسم في البداية يعني خالص أكيد تعزينا لأهالي الطلبة ويمتمنى الشفاء للآخرين بالتأكيد يعني قلبي معهم دكتور جمال كل مرة كل سنة مع كل نتيجة ثانوية العامة تقريبا بنسمع نفس الأخبار الفجاعة بالنسبة لنا كلنا الأخبار المحزنة بالنسبة لنا كلنا لحالات زي دي إيه السبب؟ وهل ده موجود عندنا في مصر بس؟ ولا موجود برضو في دول تانية؟ ولا إيه اللي بيحصل؟ أولا مساء الخير لحضرتك وتحياتي طبعا إحنا نتكلم دايما طلبة سنوية عامة دول طلبة في مرحلة المراقصة سن 17 ل 19 سنة في منهم بعض أنواع من الشخصيات العصبية بنسمع يعني شخصيات العصبية الشخصيات القلوخة التوترية اللي هي مع أي ضغوط لا تتحمل الضغوط وأهلا بيبوا عارفين كنا كويس قوي بنتنا أو ابننا لا تتحمل الضغوط مع أي موقف ضغط سواء موقف عاطفي موقف مادي موقف تعليمي أي موقف حياتي أو اجتماعي بنلاقي على طول توتر مصدع بيعود يكون في ضوافره بضربات ألبو زيادة شفافه بتبهد شوية مع أي موقف ضغط لا اسمهم شخصيات العصبية وهم في مرحلة المراقة لما بيتعرضوا لأي أنواع من الضغوط بيحصل حاجة اسمها تداور سن المراقة يعني تداور سن المراقة أول ما بعض تعرض لضغط شديد أول حاجة بيحس أن فيه شاشة سودة نزلت قدامي ولا سبيل من الهروب منها إلا الموت الهروب إلى الموت هنا بنسمعها تداور سن المراقة فهنا دائما أول مرة بيعملوها بيلجاه إلى طرق عنيفة يعني اللي بتاخد حابة الغلة هي عارفة أن دي ملهاش علاج أنا آسف تلجي إلى وسيلة موت قد تكون عنيفة شوية وبالتالي بتحصل الوفاة طب إحنا الغريب بقى المراضي إن لو حضرتك زي ما ذكرت كلهم فتايات يعني إحنا دائما كنا متعودين طبيعي أنا مش واسقة أن كلهم فتايات لأن في الحالات اللي بتشنق دي بقى أم كلهم فتايات وتشنق فتايات أنا توقعت أن تشنق مش فتايات للأسف كله كان فتايات آه ده حاجة حزينة ودي كان غريبة آه فإحنا النهاردة كل حوال حزينة آه طبعا فدي معناه أن الأسرة لم تحتوي هذه الطالب طيب ماهدان خليني أسألك دكتور جمال طالب العصار آه الطالب الحضرتك بتحكي عنه في الحالة النفسية دي اللي المفروض أن أنا أكون كأسرة عارفة إلى حد ما أن ابني لا يتحمل ضغوط بالشكل ده المفروض أتعامل معه إزاي وخاصة في حاجة زي الثانوية العامة احتواء فضل بس يا فانتم الاحتواء همي شيء الاحتواء احتواء يعني إيه أنا النهاردة ما فيش داعي أن أنا بعد ما إبني ظهرت النتيجة أو بنتي والنتيجة غي محبطة بالنسباله طبعا بالنسباله فيش داعي للوم والعتاب والمقارنات وفلان كان أحسن منك وعلان أحسن واللي بنت الجران جايبة أفضل وبينت عمك وهكذا ونقع ده أنا تردك وإحنا دفعنا فلوس في السناتر ودفعنا فلوس في الدروس وإحنا حرمنا وإحنا عملنا كل ده ضغط ماقول ولد يعني من تعرف ده عصابي وهو مضغوط وهو حاسس بالكبوة اللي هو فيها ونيجي إحنا نضغط أكتر فهو عايز يغرب من المواجهة دي فيجرى يغرب إلى إيه الانتحار لكي ما إحنا لو خدنا في حضننا طب يا ابني إنت النهاردة لم تحقق المرجو طب إحنا إيه اللي هنقدر نعمله خد بالك ودي فرصة إن إحنا لما دائما النجاحات تأتي من قلب الفشل إن إنت فشلنا المراضي طب ننجح المرة جاية أو ما جابناش المجموعة اللي عايزينه ندور إيه بلان بي وبلان سي إيه الكلية المطابقة إيه المعهد اللي ممكن ندخله إيه اللي ممكن نعمله يعني عندنا أطراحات كتير بحيث إن إحنا نحتوي ابننا إحنا ابننا مش هلتحمل عليه أي هوا ولكن ساعة الضغط إلا أطلع برة إنت بنت فشلة إنت ويقعد يعيني البيت كله يعملها وطبع البيت كله في محزن عشان بنت سقطت أو بنت ما جابتش المجموعة المرجو كل ده ضغط نفسي عليها فلا تتحمل هرا